لندن زميلة كارينا كامل أهلا بك كارينا بداية ما هي التداعيات وذيول هذه الأزمة على الاقتصاد الأوروبي من حيث التضخم ومن حيث النمو الاقتصادي ناصر بلا شك الدول الأوروبية هي الأكثر تأثرا بهذه الأزمة الجيوسياسية عدد من الدول الأوروبية من المتوقع بالفعل أن تشعر بصدى هذه الأحداث وهذا التصعيد نحن نتحدث الآن عن أن القارة الأوروبية تستورد 41% من احتياجاتها من الغاز من روسيا وأكثر من 27% من احتياجاتها من النفط من السوق الروسي سمعنا من عدد من رؤساء الدول الأوروبية أبرزهم أولف شولس المستشار الألماني الذي طمأن أن إمدادات طاقة إلى أوروبا آمنة ولكن هو قال أن الأسعار قصة أخرى أو شيء آخر فمحاولة طمأنة بشأن توفر الطاقة ولكن بالطبع أسعار الطاقة وأنت ذكرت الغاز هو الأمر الذي يتحدث عنه الجميع من المتوقع بالطبع أن تتفع بشكل كبير كيف سنعكس ذلك كرينا برأيك على مستويات التضخم ونعرف بأن أسعار الطاقة في الأشهر الماضية ترجمت إلى مستويات تضخم مرتفعة على المستهلك الأوروبي بلا شك ونحن نتحدث أصلا عن معدلات تضخم قياسية في المنطقة الأوروبية الأعلى في ثلاثة عقود عند الخمسة في المائة واليوم بانك بامريكا يقول أن هذه الأزمة من المتوقع أن تزود نقطة مئوية كاملة إلى أسعار تضخم للسنة الكاملة من المتوقع أن تصل إلى 4% بنهاية السنة الجارية هذا أعلى بنسبة نقطة مئوية كاملة وأيضا توقعات بأن تشتب هذه الأسمة 0.5% من النشاط الاقتصادي للمنطقة الأوروبية لننسى أيضا أن أوكرانيا من الدول المصدرة للحبوب الذرة والقمح وإذا تراجعت هذه الصادرات كذلك هذا سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمنتجات الأساسية وكل هذا سيؤدي إلى تفاقم أزمة حقيقية في أطلق طيب كارينا البنوك المركزية كانت على مدار الأشهر القليلة الماضية تحضر لتشديد سياستها النقدية تخفيف التحفيز النقدي ورفع نسب الفائدة هل ما يحدث الآن على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية وأثارها الاقتصادية هل هذا سيزيد من سرعة هذا التغيير في السياسة النقدية أم يبطئ منها؟ حتى الساعة ناصر على ما يبدو هناك توجهات نحو مراجعة وتيرة تجديد السياسة النقدية وتطبيع السياسة النقدية نحن نعرف وسمعنا صباح اليوم من الاجتماع الذي جرى ما بين أعضاء المركز الأوروبي في باريس أحد الأعضاء قال أنه يرى أن هذه الأزمة صحيح هي تشكل خطورة في ارتفاع أسعار المستهلكين على المدى القصير ولكن على المدى الأطول أو المدى المتوسط هي ديفليشناري بالعكس هي ستؤدي إلى تراجع في الأسعار على الأقل أوروبيا بسبب تراجع الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي فنحن نتحدث عن ستاجفليشن يعني تباطؤ في النشاط الاقتصادي يصحبه ارتفاع في الأسعار وهذه هي أسوأ الأوضاع بالنسبة للبنوك المركزية لذا هذا العضو في الـ ECB